السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم الدرس جديد نتكلم في هذا الفيديو عن المراسلة باللغة الإنجليزية بحيث نستفيد بعض المعلومات وكيف أكتب رسالة باللغة الإنجليزية يتضمن هذا الفيديو كتابة رسالة لشخص توفى له قريب أو توفى له طفله جاره وهكذا الرسالة يجب أن تكون تقدير للشخص الذي توفى له هذا الشخص مثلا إذا كان طفل نعزيهم بحرارة ونبين مدى الأسى اللي نشعر به كما يشعر والدين الطفل إذا كنت أول مرة تشوف القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد أحسن سيد أحمد، أمر وأنا أريد أن أحسن لك أحسن لك الأفضل على المرأة من المرأة من المرأة أنا أعلم أنه سيكون مرحباً من الكثير من الكثير من ونحن نتحدث كل الناس في تشاركتك في هذه الوقت كثيراً مع سنسير سيمباتي سيمباتي عزيز السيد أحمد أمر وأنا لا نقول أمر وأنا لا نقول إذن دائما إذن دائما أحمد وأنا لا نكتب أحمد وأنا نريد أن نرسل لك تعازين الحارة نحن نعرف عميق دبست أعمق سيمباتي عاطفة إذن لا نقول عاطفتنا الأعمق تعازين الحارة بموت زوجتك أعرف أن أعرف أن سيكون 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 سيفقدها الكثيرين سيكون سيفقدها الكثيرين سيكون سيكون بمثل بمثل و نضم صوتنا للآخرين يعني نضم لكل أحد في مشاركة أو مشاركتهم أحزانك نضم صوتنا للآخرين في مشاركتهم أحزانك خلال هذا الوقت العصيب يعني الوقت الصعب الوقت العصيب مع سيمباتي وتقبل تعازينة الحارة أو المخلصة سيمباتي أحب تعازينة الحارة إذن نحفظ سيمباتي عاطفة أو تعازي سيمباتي عامر أحب أن أحبت أحب أن أحبت بأن أحبت سيمباتي على المتحدة لأمامك سيمباتي سيمباتي أعلم أن سيمباتي سيمباتي من الكثيرين و نتحدث بمشارك بمشارك سيمباتي 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 طبعا تكلب هذه الفقرة عن تعزية لموت طفل طفل لأسرة مام طبعا يجب أن نعبر عن تفضيلنا الشديد و حزننا لفقدهم طفلهم شوف هذه الرسالة سيمباتي 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 من المتحدة و حيث سيمباتي سرع من أنت نعم كما تفضل سيمباتي سينباتي آزيزي سيمباتي أنا ما زلت تحت الصدمة أو مصدوم أو تحت وقع الصدمة صدمة شو صدمة شو The tragic news الأخبار المرعبة أو الفضيعة أو المأساوية And my heart is filled with serum وقلبي مملوء بالحزن يعني قلبي يعصره الألم أو الحزن For you من أجلك We all loved him جميعنا كنا نحبه ونحبه And we'll miss him وسنفتقده كثيرا جدا So very much Please call me من فضلك اتصل بي If there's anything إذا كان هناك أي شيء I can do بمكاني أن أقدمه To help للمساعدة أو عمله للمساعدة With love محبتي And the best سمباثي وتعزين الحارة أو حبتي ومع شديد الأسا يعني الحزن إذا الأسا سمباثي الأسا أو العاطفة الحزن We all loved him And we'll miss him so very much Please call me If there's anything I can do To help With love And the best sympathy أتكلم في هذه الفقرة عن وفاة قريب كيف أكتب رسالة أو أعبر عن التعازي بوفاة شخص قريب لي Dear Uncle Ahmed Brother Just called to tell about Aunt Mary's death And I know what a terrible blow This is for you Dear Uncle Ahmed عزيزي العام أحمد Brother My brother My brother Just called اتصل بي أخي To tell ليخبرني About Aunt عمتي أو موت عمتي Mary And I know أنا أعرف What a terrible blow كم عظم أو عظيم هذه الصدمة This is for you عليك This is for you يعني بمعنى عليك بلو معتو صدمة terrible كبيرة أو عظيمة Dear Uncle أحمد Brother Just called To tell About Aunt Mary's Death And I Know What a terrible blow This is for you لاحظ Mary's Death طبعا هيا اسر ملكية سميلا بصرف اس أو أبصرف اس بيكون مثلا أحمد كار أحمد سيارة إذا حطينا أبصرف اس تصبح سيارة أحمد يعني معنى A car of أحمد نفس الشيء أحمد's car أو A car of أحمد إذا نعبر عن ملكية شيء ما أحمد باك إذا وضعنا أبصرف اس أحمد's back حقيبة أحمد نفس الشيء mary death mary mowt إذا كتبنا أبصرف اس mary's death mowt mary as much as we all loved mary كنا نحب I realize أدركوا that she is بأنها finally أخيرا free from تحررت من her long suffering من معاناتها الطويلة يعني كانت sick مريضة and I hope and I hope you'll find ستجدوا بعض الراحة أو التعزية مثلا تعزيتنا in that thought بهذه الفكرة يعني أريد أن وصل لك أن هي تخلصت من يعني معاناتها الطويلة من هذا المرض وأن نعزيك من هذه الفكرة أن نحمد الله أن تخلصت من المعاناة الطويلة من مرضها as much as we all loved and Mary I realized that she's finally free from her long suffering and I hope you'll find some comfort in that thought please please let me know if I can do anything to help Anker although I won't be able to attend the the funeral because of my work I can arrange some time of letter and would like to see you with love and sympathy please let me know دعني أعرف أو أعلمني if إذا I can do أمكان أن أقوم anything بأي شيء to help المساعدة أنكل يا عمي معدهم يكتبون خلاص العسم يعتبر يا although بالرغم من I want يعني سوف لن أكون قادرا to attend يعني أحضر the funeral funeral معت different funeral because of my work بسبب عملي I can arrange ومكاني ترتيب some time off يعني إجازة later and would like I would do to see you and أرغب برؤيتك with love بكل الحب and sympathy وصدق المؤساة أو العذاب اللحظ want will not will not be able to هذه معانته be able to هي اقتصار لكان بس I want لا أستطيع استخدم بعض well استخدم be able to then be able to بإمكاني will want تصبح ليس بإمكاني نحفظ كمت funeral بمعنى جنازة arrange نحفظ كمت move إجازة sympathy عاطفة أو مؤساة أو تعزية please let me know if I can do anything to help and kill although I won't be able to attend the funeral because of my work I can arrange some time of letter and would like to see you with love and sympathy In this way we will talk about how to write a letter to a person who is close to a child and and read the English I hope I can share my video and I can my video and comment and leave it like and peace and peace and and peace and peace